السلام عليكم توجد في الفوتوشوب تأثيرات رائعة جداً تضيفها لتصاميمك حتى تغدو أكثر جمالية يتم إضافة التأثيرات الفنية للطبقات في نافذة الليرز أي طبقة لديك تستطيع إضافة تأثيرات له فلنحدد على طبقة تكون محترفاً لدينا من نافذة الطبقات الرمز FX ويوجد فيه قائمة بالتأثيرات للمراد إضافتها كظل الطبقة أو توهج خارجي أو غيره من الخيارة دعونا نضيف تأثير بيفل أند إمبوس حتى تفتح لديك نافذة التأثيرات كاملة نقرب قليلاً على النص حتى نشاهد التأثيرات بشكل أوضح ستجد جميع التأثيرات من على القائمة اليوسأة وخيارات كل تأثير تجدها هنا فخيار البيفل أنبوس الذي يقوم بعمل تأثير للطبقة بشكل ناثر تستطيع تغيير خيارات عمق هذا النفور أو حجمه أو نوعومته أو اتجاهه كما يمكنك تغيير الستايل تبعه كنفور داخلي يصبح كأنه محفور ضمن التصميم وغيرها من الخيارات الجميلة التي تستطيع أن تشاهدها وتعدل من الأرقام تبعتها حتى تحصل على تأثير جميل يرضي هدفك الخيارات الأخرى كونتور وتكسجر تابعتين لنفس النمط حتى تجعل النفور كما تحب وترغب سنزيل الصح عن بيفل أند إمبوس حتى نشاهد بقية الخيارات ستروك لعمل حد خارجي للشكل وهذا مستخدم بكثرة لجعل أي طبقة من طبقاتك لها حد خارجي تستطيع تعديل خصائص هذا الحد كحجمه وموضعه ولونه إينار شادو يقوم بعمل ظل داخلي وهي جميلة توحي بأن الشكل محفور وبتعديل خياراته يظهر بشكل جميل كما تحب إينار غلو يقوم بعمل توهج داخلي بلون وخيارات تستطيع تغييرها ساتن لعمل تأثير الضبابية البسيطة على الليار كالر أوفر لي وهذه مستخدمة كثيرا لوضع تلوين على الطبق تستخدم بكثرة لو سحبت صورة أو أيقونة على مشروعك وتريد تعبئتها بلون معين فهو من هنا تستطيع تعديل خياراته وشفافيته كما تحب كذلك مستخدمة كثيرا وتستطيع اختيار التعبئة من الخيارات هذه وتعديلها كما تحب أن تكون أيضا بتن أوفر لي لعمل تعبئة قماشية بشكل من الأشكال أو ترقلو مستخدمة بكثرة لعمل توفج خارجي للطبقة تستطيع تغيير لونه وشفافيته وغيرها من الخيارات لعمل تأثير جميل دروب شادو مستخدمة كثيرة لعمل ضد جميل للطبقة يعطيها رونق جميل وستايل مناسب لتصميمك تضبط مقدار بعده وغبابيته وحجمه وكذلك زاويته وشفافيته حتى يبدو بشكل جميل بعد أن تتهي بوضع التأثيرات المناسبة تضغط على أوكي ليتم وضع التأثير على الطبقة تستطيع إخفاء التأثيرات وإظهارها من رمز العين لو أحببت التعديل على التأثير فهو بالنقل مرتين على التأثير لتظهر لك النافذة من جديد لإضافة تأثيرات جديدة أو التعديل على التأثيرات الموجودة وخصائصها تستطيع حذف أي تأثير بسحبه لسلة المهملات أو سحب كلمة Fx لسلة المهملات ليتم حذف التأثيرات بالكامل نتراجع عن الحذف بالضغط على Ctrl Z نستطيع عمل تأثير على طبقة التعلم باحترافية بالطريقة ذاتها من رمز Fx وعمل لها تأثير ظل لو أحببت ذلك بالخيارات التي تحب وبالضغط على أوكي يتم تنفيذ التأثيرات كما بإمكاننا نسخ تأثيرات طبقة أخرى نفسها مثلاً لو أردت نسخ تأثيرات طبقة كل محترفاً إلى طبقة التعلم باحترافية فيتم ذلك بالنقر وسحب كلمة Fx مع الزر Alt ليتم نسخ التأثير إلى الطبقة الأخرى الآن بالنقر مرتين على كلمة Fx ندخل إلى نافذة التأثيرات لو أحببنا التعديل على خياراتها وهكذا يتم التعامل مع التأثيرات الرائعة في الفوتوشوب لإضفاء طابع مميز وجميل على تصاميمك ترجمة نانسي قنقر